بعد اليوم راني ضد لي الأنونس ديالو كي تعلق بأي مادة تريد أنت كراجاوي غير باش نوضح شوية السؤال لأن السؤال شوية كان عام بالنسبة لأي واحد أي راجاوي كي يقرأ هاداك السؤال تيقول أنا مادة بيا لاش غادي نقلب أنا واش مدرب جيد ولاعبين جيدين أنا بريت جوش بريت مدرب جيد وبريت لعبين جيدين وبريت رئيس جيد بريت كل شي يكون جيد أنا كراجاوي هذا سؤال هذا هو الموقف الذي يكون لدي راجاوي ولكن نريد أن نخدمه شوية يعني نحيده العاطفة ونخدمه بالعقل سنقوله بأنه السؤال موجه لك كراجاوي في الظروف الحالية للراجا يعني في الظروف الحالية للراجا الفريق يعيش بعض الصعوبات المالية الفريق يعيش بعض الاسمية وبعض الديون المتراكمة منذ ثانوات كان المشكل الإداري إذن ممكن أننا نحسن الآمل ديالنا والطموح ديالنا من بعد من اللي يتقد الفرقة ويتقد الفريق تسييري ويجيوا الناس اللي غد يسيروا الفرقة بطريقة عصرية وطريقة اللي عندها طموحات وفيها برنامج وعندها واحدة استراتيجية ديال التسيير على مدى ثانوات هذيك وخاء ديك سعاد طموحات ديالنا تكبر ويمكن لينا نتمنى وكل شي يكون مقاد لا من المثير ولا من المدرب ولا من اللاعبين أما الحالة الراهنة من لي تنطرحوا السؤال تنطرحوه في الحالة الراهنة فأحنا عدنا مدرب وعدنا لاعبين كيفما يبغي كل مستوى ديال هذا ولا ديال لهذا إذن أنا بالنسبة لي كنتح السؤال وكيف تختار وكيف تفضل يكون عندك مدرب مزيان جيد وهذا المدرب ولعبين متوسطين وهذا المدرب هو يخلق فريق قوي وتنافسي من خلال بطبيعة الحال من خلال الجودة ديالته لأنه جيد ومن خلال كذلك المعارف دياله التجارب دياله يمكنك يخلق ديك فرقة قوية وفرقة تنافسية للمهم هي فرقة تكون تنافسية حين ترمشي أي فرقة هذه نحن نلعب في بطولة احترافية وتلعب على ألقاب التي ستؤدي بنا الألقاب الإفريقية والمشاركة الإفريقية إذن يجب أن يكون فرق تنافسي قادر أنه ينافس على مستوى البطولة الوطنية فالوقت الذي يكون عندك المدرب جيد كيف يمكن أن يخلق ديك فرقة هذا يبقى احتمال وكيف يبقى اختيار وكيف يبقى الحالة الثانية هي أنه يكون عندك لعبين من المستوى العالي ولكن المدرب يكون على قد الحال هنا كذلك تكون واحدة الإشكالية تطرح أن هذو اللاعبين رغمك يدينهم جهود ولكن لا يجب أن يلقى هذا الإنسان وعين التقنية التي تضع عليهم الخطة المناسبة وتضع عليهم الفيلوزوفية التي تتماشى مع الإمكانياتهم فكيمكن يكون عندك لعبين مستوى التقني عالي ولكن يأتي مدرب يقتلهم بالفيزيك وكيف يقتلهم بالفيزيك وكيف يقتلهم بالفيزيك وكيف يبقى اللعابة يبقى على الهابط لا يقف شيء وهذه المسألة تؤثر على أداء اللاعبين الذين يكونوا قويين في تيكنيك مو فكيف يؤثر عليهم وكيف يؤثر على أداء المثالي الذي نريده لهذا يبقى السؤال والاختيار يبقى بين هذا وذاك وهذا موضوع النقاش فإذا شاهدنا بسرعة قبل أن عجالة قبل أن نفتح النقاش فنرى أنه مثلا على مدى العشر سنوات الأخيرة سيبقى أنه تقريبا خمسة على المدربين الذين يتنوبوا على الإدارة التقنية هذا شيء غير أبرز للمدربين أما لا يريد التفاصيل لكن المدربين الذين يسيروا مرحلة مؤقتة مثل محمد فاخير مثل السفري مثل بوشروان مثل السفري مثل بوشروان مثل بكاري نحن لا نقوم بمؤقتين ولو أنه محمد نحن نقوم بمحالة كأس العالم نقوم بمدربين ثلاث عشر سنوات سنرى على المدربين ونرى ونرى على المدربين لأنه مريد مدرب جيد لن نريد أن نرى على المدربين لأنه يريد أن يعطينا واحدة نتيجة ويعطينا واحدة الألقاب ويعطينا واحد ما الذي نرى منه كفريق للرجاع البيضاء لهذا سأتذكر المدربين ونذكر المصارات وتذكر المهمة والتي تؤثر على النتائج التي يحققها المدرب والألقاب التي يخصصها المدرب وهي المدة التي يدوزها المدرب مع فريق الرجاء البيضاوي وبطبع الآن نحن نخصهم عندما ندوش في الصيفة عامة سوف ندوش على فريق الرجاء البيضاوي ما هذا المدة؟ هذا لدينا وهتلاحظوا بأنه ستفاجئوا من أن ترى المدرب لأنه بعد المدرب كان يهتموش بعد الإحصائيات لم يهتموش بعد النقاط فالمدة التي يدوزها المدرب هذه قاعدة معروفة يعرفوها جميعاً كويرية لأنه المدرب قدمتها 3 فرصة طويلة قدمه كيقدر يأفيني ذو الزوتروماتيزم دياله قدمه كيخلي البصمة دياله كيوضع البصمة دياله وكيوضع ما يسمى في الكرة بعمق اللاعب لفن دوجه هنا غريباً لك المدة غتلعب دور وغن هدروع لكل مدرب يحل دوز معنى ديال الوقت وغن دور على الألقاب دياله خارج الرجاء قبل ما يجي الرجاء والألقاب دياله مع الرجاء فغن بدو بالبنزرتي وغادي ومنسوش واحد القادية اللي هي مهمة جداً أيام اللي كنتدو على واحد المدرب رخصنا دو مع المدرب مادم أن الموضوع دياله شكولي كتفضل وش مدرب جيد ولاعبين سميتو أم أم لاعبين جيدين شكولي كتختار فديم المدرب بغن نربطوه مع التشكيلة لأن التشكيلة هده كتخلق وكتلعب دور كبير في سميتو في النتائج اللي كيحقق على المدرب فالمدرب أخي يكون مستوى عالي فإن شيء لك أن يكون لعبين للمستوى ديالهم ضعيف أو المستوى حين تروح القادية أو بعض المرضات اللاعبين يقدر يكونوا عندك تشكيلة مزيانة وعندك لعبين كوي ريوك ولكن عندهم واحد المشكيل وهذا لكن بزاف عندنا في المغرب وهو المستوى الاستيعاب المستوى الدهني أو الفكري مستوى الاستيعاب ديال الخطط مستوى الاستيعاب ديال الفكرة في المدرب كما نرى في جميع المجالات. سواء من يكون كطالب تقرأ أو من يكون كموظف. من يكون كطالب. لأن الأستاذ يشرح. وكل أستاذ يشرحه ويبدأ يقول لك هذه وهذه. هذا ما يقول الأستاذ. ما حالك تستوعب فيه؟ ما حالك تستوعب؟ فكتلاحظ بأنه من يكون امتيحانات في النهاية السنة. فمن يأتي هذا المتيحان. فكل أستاذ يأخذ عشر على عشر. لأنه لماذا؟ على ما تستطيع العشانات لكي تعطي الإستاذ. اسمتها فقط للمجالة السعب. وقال أستاذ يتسعى صلي الله لكي ولم تستغطيه. الأستاذ لكي تستخدم تستخدم لكي لا تستغطيه عشر أو عشرين أو عشرين أو عشرين. ليس عيليات الإيمان. في حين تحصل تلميذة أخوة القرم في نفس القسم. وقرم معه حول تحضر قسم الشخص في رائعة واحدة. ولكن ما يكون هناك تحضر الأساسو بسبعين في المياه. الأستاذ لا يفعود إلى عشرين أو عشرين أو عشرين. لأنه فرق بين دماغ ودماغ لهذا حتى متسوى الاستيعاب لللاعبين كيف يستعبوا الخطة للمدرب وكيف يطبقوها والعقلية تهيكة العبدال لأنه وخل العبقاء يكون داكي وكيف يستعب ولكن العقلية ديالتو إلا كانت كاتت آمن بأن أنا كان عارف شكاً ديفتينان محتاج المدرب يوضعيني أنا هادي أنا هادي فهذه تهيكة أقتل على اللاعب لهذا باش نرجع للنقطة ديالنم لغندوها للمدربين غندوها في نفس الوقت على التشكيلة اللي لعبات مع كل مدرب باش مع هاة تشكيلة تيبلك هادي المدرب باش نوم الأدوات باش خدم واش نوم الأدوات باش خدم واش لقى الأدوات الملائمة باش يخدم واش لقى دوك اللاعبين اللي هما يعني يعني كي يعطير وتي استعبوا وأنه في أداء دياله المستوى عالي أو لا هذك المدرب بغير مضلوا مسكين وقلنا لي بأنه مدار مع نواله وهو ما لقاش الأدوات باش يخدم فهادي من جهة ملقاش أدوة باش يخدم وكذلك من جهته هو علش كنقول واش بريتي مدرب جيد من جهته هو كي يخصو يكون عنده القدرة باش هو يعطي اللاعبين ذك شي لنقصهم باش يكون اللاعبين فالمدرب اللي ما كيطورش الأداء ديال اللاعبين وما كيصلحش لهم العيوب ديالهم ومن أخطاء ديالهم كتلقى شاك ماتش كتلقى اللاعب كيعود نفس الخطأ عنده مشكلة الصنطراج باقي مشكلة الصنطراج عنده مشكلة في الدريب الباقي كيحصل بين جوج كي يضخ كتبشي للكورة عنده مشكلة ديال الدماراج ما كيقدرش دماري ما كيخدمش لا كورس باقي للماتش اللي جهة كتلقى هو إنه لنكيبالك أن المدرب ما كيقومش بالتوضياله في إصلاح اللاعب وفي توجيه اللاعب وفي تقوية اللاعب لا تاكتيكيا ولا تقنيا فأنا كنت أذكر راح القرية قلتها في اللايف شحال هادئ وبقتنا عقلها مزيان الوقت الناس اللي عاشروا اللي عاشروا في التسعينات اللي حضروا لوقيتها كان واحد مدرب ألمانيا اسمته فيرنان كان جترين بالفريق الوطني ديالك الساعة كان الغريم عنده فرقة صحيحة كان دوا فرقة مزيانة ديالك الفرقة اللي كانت دات كأس إفريقيا العصبة ديالتنين وتسعين فكان ذاك فيرنان اعتمد على تشكيلة الأساسية اعتمد على اللاعبين ديال الغريب بزر كانت كسعف خردين وكان بن عبيشا وكان مجيد بويبود وكان هادي وكان ناضير وكان إلى آخرين والنيبت هاد الفرقة غيرش بتتابعي نقوسين فهذا المدرب اللي بغير نوصل له هو المدربة شنو قال وشنو شاف هذا المدرب الألماني جن مغريب الأول حصة تدريبية غير يبدي تريني بالمغريب تريني بهم بدك يعلمهم من الغلوكاج يوقف كورة ويقول لهم يوقف باللاتي ها كورة كيفش نبلوكيها لوحولي كورة لوحولي كورة من ثلاثين متر وتيوقف معها كان بقي صغير شو بقي جانا لكفرمان كيف يبلوكيها هاكو تيقول لهم ها لا مورتي دلابال لا مورتي دلابال كان نطيحها كتطيح قدامي رجلي خاصة تكون رطبة خاصة نهبطها هاكو باش الكورة لان الكورة قصحت رجلي كتضف فيها كورة وتهرب نرطب رجلي باش كورة صغير قدامي ونزيد الكنترول لها ونزيد بها والناس بقاوا يتساءلوا ونقريتها لك الساعة في المنتخب جادة المنتخب بدوتي هدرو على هذه النقطة قال لك كيفاش هادي المدرب باش يتريني بليكيب ناصيونال هذا نسى هذا السيد هذا نسى بأنه يتريني بالنخبة دي المغرب والنخبة دي المغرب احصل لك رائع من لعدنا هادي واش غاي بدي يعلمون بلوكاج هو سولوا تسؤال ويجاوب ونقال لهم شوف من يس كون الحاجة كينا دوض المدذب هو انه يقادل اللاعبين ديرو باش يكونوا تقنيا واقفين وطاكتيكيا واقفين ففي الوقت لكي يكون واحد نقص تاكتيكي ما خصوش يتراجع خصوش يوقف ويصحح ولو نبدأ ونرجعوا للتحضير يمشي مشكلة عندي المهم ان اللاعب دياني يكون واشد مسيساء لسيبري آلمون دونك غادي نبدأ في الموضوع نبدأ في المدذبين نبدأ في البنزرتي البنزرتي السين دياله 71 سنة بدأ التدريب عنده 26 سنة يعني بدأ صغير لانه هو لكاريغ دياله في الكورة قلس صغير ملعبش بززاف دونك 26 سنة بدأ كمددريب المدذب تقريبا يعني شيخ المدذبين في تونس أكبر عدد الألقاب بدأت تعود لألقاب ديال البطولة في تونس فهذا المدذب هذا من اللي جاكي تريني برناجة جاكي في واحد مدوش فراجة مدذب هذه الملاصفات دو ستشهور فقط هذا المدذب هذا يعني تعاقد مع الرناجة في دو جنبير 2013 ومشاء في ميه 2014 يعني ماذا حدث ستشهور يدوز معنا؟ وانفي صالب التالي لأنه كان خلاف بينه وبين إدارة الرناجة في الوقت الذي كان الرئيس بودريقة اختلفوا على قيمة العقد لأنه قلنا بيت نجدد معكم ستزيدوني في العقد ديالي وكذا عادي أنه غير طمع أي واحد بلصه غير طمعه ولكن نحن ما نقدرهش المدذبين اللي كانت تكون قيمتهم كبيرة مع الأسف فهذا السيدة ليش بالتدابة؟ باش نقولوا عشنا هي الحصيلة ديالته هذ المدذبات رغمها القيمة ديالته ف أول حاجة هذا السيد كانت عنده تشكيلة اللي هي نقدره نقوله أنه حسب موضوع اليوم عنده تشكيلة جيدة وعنده وهو كذلك مدذب جيد شوفوا النتيجة جنو عطات كان عنده العسكري كان عنده الهاشيمي كان عنده الكاروشي أغوش كان عنده أول حاج فلاكس وكان عنده بالمعلم وكان عنده في الدومي ديفونسيف كان عنده كوكو وكوكو أحده ما بيضي تيعونه في الغالي شوفوا ما بيضي والقيمة ديالته كان عنده كوكو وكان قدامه من الحافيدي مانور ديالته وكان ميتولي كالعبات غوات وكان اسميته يعجور تلعب في السنتر فلاكس ياك بارضون كان في الوسط كان كوكو وكان ما بيضي في الغالي وكان الراقي الراقي كيتنوب هو ما بيضي على الغالنس ديالته والغير التجربة الغالثة وينتغل ببة ثلاثة يتطلب فأنتغل بأسفل يتطلب المعلم وكان متولي أدغوات يعني التشكلة المسؤولة كان لديه أجل ومدرب جيد لكن مع ذلك ماذا يحقق؟ وإذا كان يزغي 6 أشهر، ماذا يحقق؟ يعني يحقق 0 لقب من خلال مروره في الرجال 0 لقب يعني أسميته وثالة الشمبيونة في 2014 25 نقطة طوال لدات البطولة ثلاثة نقطة هنا تبدأ مع الرجال رغم قصة المدة في الدولة كما ترونه وكانت تشكيلة مثالية خارج الراجعة من اللي كانت خارج الراجعة تدقنا تسعود الألقاب اللي كانت بطولة تونس كلها حققها يعني مع فرق كبيرة مع الترجيين ومع نجم الساحل يعني اسميته يعني من أنكبار مدربين ولكن هنا نرى أنه من اللي كانت تقلب على مدرب مزيان وتشكيلة وكانت تجيب لي تشكيلة مزيانة وتخسر فلوس ولكن العاطاء فالقاب حالي قصة نقاطه 12 نقطة هي القليلة ولكن لا تقلب لقاب ومدت زير لقاب إذن السبب يطرح أين هو الحل؟ هو يكون لدي كل شيء مزيان لكي نقاطه أم مدرب اللي يعرف كيف يدوز المساج اللاعبين ويعرف كيف يوقف الفرقة ويعرف كيف يحقق نتائج اللي كتدي بيها للبطولة هذا هذا هو أهم شيء إذن نذهب من البنزارتي اللي يجب من وراه هو غاريدو غاريدو 52 سنة في العمر جاء في يونيو 2017 ومشى في يناير 2019 ما حال دوز معانا؟ دوز معانا عام 2017 غاريدو أنا بالنسبة لي من أحسن المدذيبين اللي يدرس في الناشا المدذيب اللي يقدر يقدر يحقق لك من لا شيء يحقق لك وتتذكروا الفرقة اللي كتدي بها كان لديه العابة اللي ليست مستوى كبير كان لديه مستوى المسطى كان لديه خمسة اللعابة لها الزير للفرقة ومع ذلك استطاع أنه يديه كأس العرش ويديه كأس الكاف ومشي سهل وفي ذلك اللقيتة وافترى دير الحسبان والصعوبات والمشاكل واللعابة والإضرابات ومع ذلك يبدأ لك المدذيب يعني كي يبقى ديما أهم حاجة أنا بالنسبة لي كرأي خاص يكون عندك مدذيب مزيان تقدر فرقة موتة والسيطة لا تحقق بها أشياء كثيرة ولكن المدذيب يكون جيد ألقاب قاريدو خارج الراجا الدكاء السوبر الإفريقي مع الأهلي والدكاء السلكاف مع الأهلي يعني مدذيب ألقاب فما الأسف هذا المدذيب ضعناه فيه كانت مشاكل وكان فوق دير المشاكل ولكن ضعناه فيه مع الأسف تشكيل اللي كانت عنده قاريدو كان عنده زنيتي تشكيل بوطيب المهم في هذا الموسم كان يدار شيئا وكان هزر رجاء وماركب بيوت وهذه الأخيرة. المهم هي كيف كانت تشكيلة. من اللي كانت تشاهدها بصيفة عامة؟ رب لا ما نجبد الخليل اللي لعبوا معه. لأنه معه شي وحدين أو تالي. هذا الميليو التالي اللي كان جاء من بره. كان كما في فرنسا. سميته. ما شي شي مستوى تالي. ربما بعد ما تمشى. سميته. وكان هذا اللي جاء من تأطوان. ذاك نرقيه وقته واسمر. سميته. ربما يلعب مع الغريم. تأوك مليو التالي. ما قلت عليه. إذن كسب لك أنه تشكيلة بصيفة عامة تشكيلة جدا متوسطة. ومع ذلك شو السيدة شو نحقق بها. دائما كان نرجع النقطة أنه يكون المدذب جيد. وعنده فلسفة لعب. وعنده خطة لعب. وعنده. عنده. 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 اللاعب. فكي استطاع في الأخير أنه. بقل وسائل. بقل وسائل. بقل وسائل. يخلق لك فرقة. ويحقق نتائج. إذن. ربما أحسن نتائج لدار المدربين. هو هذا السيدة دا. لدى كأس العرش. ودى كأس الكاف. يعني كأس الكاف. مع فرق اللي هي كتلعب دائما. في العصبة. وتنفست معها لدك الكأس. ودىها لها. ومنها. الفريق ديال. 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 هنا. غادي نرجع. فتنها السيدة. تشكيل. ديال. غا نبشي. دابل. كارتينو. عنده. وخمسين سانة. كارتينو. لعب معنا. عشر شهر. تهوى من المدذبين. يعني. يعني. لمستوى كبير. خضروف ذوالا. خضروف هذه اللعب مع سميتو. مع غاريدو. خضروف. وبقى خضروف. وبقى ذلك اللاعب اللي مع قلتها لسميتو. اللي هو. العبيدي. ولا العبادي. عبادي ذوالا. هذا العبادي. ونرى المستوى ديال هادو. كانوا لعبوه مع غاريدو. ودابهم. ما قبل الدابهم. كارتينو. قدنا عدوه 51 سنة. سينة مع الفرقة في يناير 2019. والعقد ديالو. فسخ معها الراجا. في نوفمبر 2019. تصور دووز معنا عشر شهور. من يناير. نوفمبر. عام. موسم واحد. ومن با موسم. من انتقالة الشتوية إلى نهاية الموسم تقريبا. إلى انتقالة الشتوية الأخرى. عشر شهور يدوز معنا. كارتينو. دمعنا كأس سوبر 2019. ولكن شوفوا كارتينو خارج. خارج الراجا. جبطولات مع عمر زينبي. عصبة الأبطال مع عمر زينبي. سوبر إفريقي. مع الزمالك. الدوري المصري. مع الزمالك 2020. 2021. فمصاره. يعني غني بالأرقاب. وغيرتلاحظوا بأنه الدبطولة محلية. الدبطولة إفريقية ديال الكاف. والدبطولة إفريقية ديال العصبة. يعني جميع المنافسات تلقاها حاضر. يعني سوبر كذلك. هي أرابع منافسة. بحال النوعية المدربين. يعني كي يجبك هذا. يعني لو أنه كان واحد إدارة تقنية التي تتبع. ما صارت على المدربين. وكتبعت لدي تقنيك. بحال المدرب يجبك تحاول. ما أمكنك شيء. تجرل عندك. تجرل عندك. ما شئ هذا عندك شابي. تجيبه وتدروا ديركتور تيكنيك. ديروا ديركتور تيكنيك. لأنه شوف هذا. سيأرغنيزي ليا. لأنه عنده ديال بلون. فهذا السنس. سيأرغنيزي ليا. سيأرغنيزي ليا. ومام طول. سيأرغني دائماً كيرش المدرب. ويوزجهوه. كيعطيه أشحواج. اللي يكسبوه متجربة ديره. مدرب عنده مع الألقاب. فمع الأسف. مع الأسف. كارتين والناس اللي عرفوا لي. رشاد دين وركشتي. باش تحيد بطولة. وتدي بطولة للأهلي. الأهلي رك تشوف القوة ديالتها. مستوى إفريقيا. ومع ذلك. زي ما لك تتطعت. تفرض الإيقاع ديالها. وتدي بطولة. رمشي سهل. رخصي يكون عندك مدرب. بمعنى الكلمة. اللي كعافي يوقف فرقة. وكعافي يربح النوقات. مشرفة نقاط. يعني أرقب سوف تربح النوقات. وكذلك تقلب على الفراجة. وعلى الزواق الخاوي. خاصة تقلب على النوقات. ketika تقلب بطولة. كارتين هذا. ملحل حقوق معنا كأس السوبر. كالشكل اللي كانت عنده. كان لديه زنيتي. كان لديه درواتبو طيب. كان لديه تعانجا. كان لديه لدى وضع الجوى. وكان لديه إعافي وكان لديه وكان لديه بانون. والشاكر ميطية. كان لديه أجشياء. وكان عنده الوضي غوليير وكان عنده ناناح يلعب به عشرة بعض المرات لأنه كان معطوب فلابيرو وكان معطوب الحافية في اسباير ديك الساعة كان حضراف يلعب في الكلوار دغوة وكان بنحاليب يلعب في الكلوار غوش وكان يلعب في الكلوار فلاكس وكانت بسبب أدوك سببيته وكان يلعب في المحدود يلعب في الكلوار ومع ذلك هاد السيد استطاع بها الفرقة وبهذا البريكل انه اريان دروا اريان شركتوا من كتكون البطيب وكتقول نقاء اغوش انه هناك نقص على مستوى هاد اليكوار بجوش ومع ذلك استطاع السيد انه يجيب كالسوبر لانه لم يطول معانه ومعطينا فرصة باش يعطي ذلك الشيء اللي عنده ما يعطينا النجم